أن الديمقراطية في العالم كم الحكومة هي التي تأخذ المبادرة و تستعلم النقابات للحوار ما هي ندابة؟ رئيس الحكومة يقول أن يديروا النية ومرحبا للحوار سيد الوزير يقولوا مرحبا للحوار النقابات كذلك تقول أننا نستعد للحوار ولكن حيث ندك المرسوم للنظام الأساسي هناك فقدان ثقة بالمتدخل في المفادة هذه الثقة مع الوزير كيف ستعود وخاصة أن اليوم الميزاني قد وضعت مسألة الزيادات من عدمها في الأجور لنعلم كيف سيتم حل هذه الإشكالية وفي نفس الوقت تحاولون النقابات ولكن أيضا هناك تنسيقيات هي التي نراها حاضرة في الشارع هذه التنسيقيات بعدد كبير جدا وهي التي تؤثر وتسير هؤلاء والسؤال الملح أيضا إن كانت هناك مباهرات من الأساتذة فهناك أيضا خرجات للأسر لأولياء الأمور لأولياء التلاميذ الذين يطالبون بحق أبنائهم في التمدرس وهذه الحكومة هذه جميع السياسات العمومية اللي يجبت بونضون في هذه السنتين كلها كانت تستهدف الأسرة المغربية وطبعا الأسرة المغربية لماذا؟ لأن الأسرة المغربية هي النوات المجتمع هي الحاضنة القيام هي اللي كتربيه هي اللي كتوصلي هي اللي كتبني المجتمع يجب أن نعترف بهذا فلذلك هذه الحكومة بنت هذه الجميع التدخول وتدخل السكن الرallid الأسرة المغربية خاصة الأسرة الحديدة للزواج والأسرة اللي بغي تعمل واحد السكر الرئيسي لكن احتها التعويضات العائلية مرتبطة بالتعليم والتعليم طبعا للأطفال لأنه الأطفال يعيشون في كنفي هذه الأسرة دبا الآن دبا الآن الآن عملنا واحد النظام أساسي اللي كان فيه واحد النقاش دبا نحيدوا هذا الموضوع النقاش واش كان ولا ما كان كان نقاش كان نقاش من النقابات وهذا شيء معروف خرج للواقع رجال ونساء التعليم عملوا عليه تحفظات ما كان مشكلة نحن التحفظات سمعناها وعرفنا بأن هناك صعوبة في التفاعل مع هذا النظام الأساسي هل تفاعل السيد رئيس الحكومة؟ تفاعل شنو قال السيد رئيس الحكومة؟ قال بأن هذا النظام الأساسي إذا كان يحتاج إلى التجويد فالحكومة تلتزم بجويده وقالها في بيان رسمي صادرين عن اجتماع رسمي مع النقابات وقالها في لقاء الأغلبية الذين عقدوا بالرباط إذن هنا الإرادة السياسية متوفرة ولكن الاسم احتلف لقاء الأغلبية قيل أكثر من ذلك أيضا بأنهم أربعين ألف لمنتو حكومة أغلبية منسجمة على قلب رجل واحد وبأنهم لن يلوذر على الدولة يعني كان هناك حتى على مستوى ساندوا بن موسى كما تشاءون وزير في الحكومة هذا أمر مفروغ منهم من إطار انسجام الأغلبية ولكن وجهت رسالة فهمت بشكل أو بآخر من طرف الأساتذة وقاموا بدورهم أيضا بردود الفعل ومن أبرزها هذا الإعلان عن إدراف لثلاثة قيام لا يوجد شيء ديمقراطية في العالم لك تفرض على من يشتغل داخل أغلبين وما يتكلمش لا لا أبدا لا نقول هذا لا يوجد شيء الحرية كان هناك خطابات لا الخطاب الحوار ولا للي ذراع الدولة لا لكذا الخطاب الرسمي الذي خرجه والذي توجه إلى النقابات هو مرحبا بالحوار هذا خطاب قاله السيد رئيس الحكومة من سوف يترأس لجنة الحوار رئيس الحكومة إذن يجب أن نأخذ بها اللاتبار ما قاله السيد رئيس الحكومة سيد رئيس الحكومة قال أنا سوف أترأس الاجتماع الأول وسأترأسه بمعية سيد وزير الرياضة والتربية الوطنية وزير الميزانية ووزير تشغيل إذا الأعضاء المتدخلون هؤل الذين سيجلسون على طاولة الحوار مع النقابات هما هدو سيد رئيس الحكومة قال أنا كان كل هذه الناس هدو يعملوا النية وإلا كان شي تخوفات بخصوص النظام الأساسي نحن مستعدون للجلوس ولتجويد هذا النظام الأساسي هو إعلان فشل السيبن موسى بطريقة أخرى لا 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 بالعكس شوف وماذا مفاجد وشنتين من الحوار نحن نؤمن بأنه القضايا الكبرى واللي مرتبطة بتدبير ملفات كبرى تحتاج إلى النقاش وشوف هاتش اللي يقول لك هاتش اللي يقع كله رأي إيجابي لماذا إيجابي؟ لأننا كان نفهمه بعضياتنا بشكل أكتر إيجابي هو يتوقف الإضراب يعود التلاميذ للمدارس نحن بغينا يتوقف الإضراب ومكره ناشي يتوقف لكن أنا تقول لك هذا النقاش المجتمعي أنا لا أقصد الإضراب أنا الإضراب بالنسبة لي أنا غنجين أعطيك الموقف ديلي في الإضراب حوار الاجتماعي أنا الإضراب بالنسبة لي أنا الإضراب بالنسبة لي يجب أن يتوقف ويتوقف بشكل سريع لأن المكان ديال التلاميذ هم المدرسة أنا بالنسبة لي النقاش الذي أثيره حول النظام الأساسي والنقاش الذي أثيره حول المدرسة العمومية لأنه الآن كنت سمعوا أحد الكلام كبير حول المدرسة العمومية واش الحكومة بغي تسلع المدرسة العمومية ما كيناشي حكومة بغي تسلع المدرسة العمومية وكتخصص لها هذه ميزانية ضخمة مع مر ما كانت في تاريخ المملكة المغربية هذا معنها بأن هناك إرادة نحو إصلاح المدرسة العمومية الإرادة نحو تعزيز دور المدرسة العمومية فبتالي مخطي شكو اللي بغير يرمي بعض التهم على الحكومة بأنها ما عرفتاش بغا تسلع بغا تخوصص هاتش خارج ما الاهتمامات ولا علاقة له بالواقع انت فضلت في إطار النقاش المجتمعي سفيان يقول لك إذا تم إدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية فلماذا لم تتم برمجت بناصب مالية في ميزانية السنة المقبلة وعبد الرحيم أيضا في ذات السياق يتحدث ويقول لماذا استفاد جميع موظفي الدولة من خارج السلم بأثراج عمالي وإداري باستثناء قطاع وزارة التربية الوطنية نتبع الآن نمشي ننزل الأطور الأكاديمية نبدأ بأنهم هم اللولي هذا هو المشكلة اللي كان كبير من نجي نحن لهذه الحكومة القناة هذا هو المشكلة الموضوع فوق الطاولة وتحيلونه على الحكومة هذا مشكلة القناة فوق الطاولة باش نكونوا مواضحين هذا مشكلة القناة والقناة شريم محمد الخامس عمر بالأساتيدة والاحتجاج وانا كنت نائب برلماني وكنا قدنا واحد المبادرة ديال الحوار والوسطة مع هؤلاء الأساتيدة وقلسنا معهم شنو كانوا كي طالبوا تيقولوا إدي احنا بغينا نكون موظفي النظاميين بغينا يكون عندنا الحق ديال الحركة الانتقالية بغينا يكون عندنا الحق ديال أننا نتخلصوا من الخزينة العامة للمملكة ويكون عندنا التقاعد من سامير هذه المطالب كل هاتشي تحقق من قبل ما نجيبوا النظام الأساسي شنو عملنا هذا إدماج حقيقي قبل ما نجيبوا النظام الأساسي شنو عملنا جبنا قانون بمرصوم باش نغيروا القانون المنظم للأكاديميات شنو زونا زونا هاتشي ديال التعاقد مسحناه من الأنظمة 12 اللي كانت في الأكاديميات كلها زونا القانون باش نجيبوا المرصوم باش يكون منسجيم ووحدنا قلنا ثلاثة ديال الأسناف كيف الفئة ديال الأساتيدة والفئة ديال الإداريين والفئة ديال الناس اللي كي يشتغلوا في التفتيش الآن هؤلاء الأساتيدة بحالهم بحال الأساتيدة الأخرين تتخلصوا من التريزور عندهم الحق يشاركوا في الحركة الانتقالية من حقهم عندهم تقاعد ديال السامير إلا بقية شي حاجة وبقية ما فهمناهاش ولا موصلتناش بالشكل نحن مستعدين نتكلموا عليها